انتهاك واحد بحق مدني قد يتسبب بقلب تصورات العالم ضد المرتكبين رأسا على عقب فماذا لو تعددت الانتهاكات وتضاعفت الأخطاء وسقط الكثير من الضحايا بشكل مستمر؟ سؤال يتكرر في كل ذكرى لانطلاق عمليات التحالف في اليمن أربعة أعوام على بدء ضربات طيران التحالف منها ما نجح في استهداف مراكز عسكرية لميليشيا الحوثي ومنها ما خلف العديد من الضحايا في أوساط المدنيين ارتفع عدد الضحايا في صفوف المدنيين الذين سقطوا وما زالوا يسقطون بغارات التحالف زاد من حالة السخط لدى الرأي العام والأوساط السياسية والاجتماعية الذين وصفوا هذه الأخطاء بجرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون والمواثيق الدولية لا يمكن التبرر بشكل مستمر للغارات التي تستهدف المدنيين أو وصفها كل مرة بالأخطاء الاستخباراتية هكذا يقول خبراء عسكريون لا سيما في ظل امتلاك قوات التحالف تقنيات وأسلحة حديثة ومتطورة تمكنها من تجنب القصف على الأبرياء وتقلل احتمالات سقوط المدنيين الأخطاء المتكررة على المستوى الاستخباراتي والغير المقبولة بحسب مراقبين لم تعد فقط تعبيرا عن انحراف بوصلة التحالف بل إنها أخطاء استفادت من تبعاتها ميليشي الحوثي في محاولة تبرئة نفسها من الانتهاكات والاستمرار في شن حرب أكثر ضراوة على المدنيين تدخل العمليات العسكرية عاما جديدا ولا تزال قوات الحكومة الشرعية عاجزة عن تحقيق تغير عملي على الأرض فيما تصب دول التحالف جل تركيزها محاولة الدفاع عن حدودها وجنودها المتواجدين في مختلف الأراضي اليمنية وهو ما قلص من آمال حسم الحرب مطالبات عديدة بتحقيق جدي في تكرير ذات الأخطاء على مدى أربعة أعوام حيث تستمر الضربات الجوية دون طائل وتستمر معها الإدانات الدولية وهي دائرة لم يخرج منها المجتمع اليمني منذ بداية الحرب